مشاهدينا مشاهدي مصر التعليمية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وتبسيط العلوم حلقتنا النهاردة هنعرض فيها للغة الإيطالية للصف الثاني أثانوي ومعنا ومعكم سينيور محمد السيد المعلم الخبير في مادة الإيطالي أو اللغة الإيطالية أهلا بحضرتك معي أهلا بحضرتك أكيد درس ممتع ومشوق جدا لكل طلابنا إن شاء الله لأن احنا بنعتمد فيه على الواقع وكيفية التعامل مش بس مع المناهج ولكن أيضا استقدام اللغة في الواقع كل توفيق لحضرتك في حلقتنا النهاردة إن شاء الله أهلا بحضرتك أولا اللغة الإيطالية من اللغات القوية جدا اللي بنعتمد فيها في شغلنا بقالها نشار جميل جدا في المدارس ونحنا بنسميها كمدرسين مادة الـ 45 من 50 يعني الطالب يقدر لو ذكرها يقدر يحصل على درجة كويسة جدا في اللغة الإيطالية عايزين الفول مارك إن شاء الله اللغة الإيطالية بتعتمد في شغلها كله على التكوين والأساس لازم لما يجا اشتغل في أي حاجة أفهم أساسها إيه خاصة بإيه؟ بيتولي نبدأ مع بعض كده أول حاجة في اللغة الإيطالية احنا بنعمل مراجعة سريعة جدا على منهج تانية سنوه إزاي قدر أخش الامتحان وحل المنهج بصورة مبسطة وابتدأ تعامل معاه إنه هو مادة استمتاع أو إنه فانوز ليرنج التمتع مع التعلم لما هنبدأ أول حاجة أول صورة عندنا هنا حاجة أسمائها في اللغة النومي النومي معناها الإسم والإسم في اللغة الإيطالية يعرف من خلال نهايته الإسم في اللغة بيعرف من خلال نهايته ومعظم الأسماء في اللغة الإيطالية نهايتها حروف متحركة تعالوا نشوف إحنا هنا بنقول إيه؟ الإسم في اللغة الإيطالية يعرف من خلال نهايته الإسم له إعراب مفرد أو جمع مذكر أو مؤنس حالة إعرابية الاسم في اللغة بيبقى في حالتين في حالة الفاعل وبنسمي الفاعل في اللغة الإيطالية subjecto والمفعول objecto أو complemento يبقى هنا subjecto, verbo, objecto الفاعل والمفعول نهايتهم واحد اللي بيختلف وضع الفاعل في الجملة لو اجيب اول الكلام هيبقى فاعل لو جيب بعد الفاعل يبقى مفعول بي تعالي نشوف الكلام ده في الجدول بيجينا ازاي قال المفرد المذكر في اللغة الإيطالية غالبا ينتهي بحرف الأو والمفرد المؤنس A والجامع المذكر E والجامع المؤنس A لما أجي أحول الإسم من حالة الحالة بحذف العلامة المويزة في الحالة الأولانية وحط العلامة المويزة في الحالة التانية نشوفي الكلام ده بصورة مبسطة عن كده يعني مثلا لو إسمه انتهى بحرف الأو زي كلمة لابراو عاوز أحوله إلى كتب جامع مذكر هشل حرف الأو وحط حرف الأي طب لو إسمه انتهى بأ مفرد مؤنس زي كلمة جطع عاوز أحوله إلى جامع مؤنس هشل الأو وحط أ طب لو إسمه شاز زي كلمة جورنالي أو كلمة فيوريتاء الاسم ده بيبقى مفرد مذكر ومفرد مؤنس عند الجامع بحط حرف الأي في الحالتين سواء جامع مذكر أو جامع مؤنس وابتدى هنا يجب لي أمثلة زي كلمة إيطاليانو عاوز أحولها إلى مفرد مؤنس هتبقى إيطاليانا يبقى أنا شلت حرف الأو وحطيت آ فرانشيزي فرنسي أو فرنسية ده اسم شاز هشل حرف الأي وحط حرف الأي باللغة الإنجليزية زي كلمة هتبقى فرانشيزي فرانشيزي الاتنين مفرد مذكر ومفرد مؤنس الجامع إيطالياني إيطالياني فرانشيزي فرانشيزي بعض الطلبة بتخطأ في عملية الأسماء فحبنا نعمل ست حالات للأسماء بيهم مبسطين جدا أول قاعدة بتقول لي الكلمات التي تنتهي بالمقطع تسيوني بتبقى غالبا مفرد مؤنس زي كلمة استاتسيوني وليتسيوني استاتسيوني معناها محطة وليتسيوني درس يبقى غالبية الأسماء التي تنتهي بالمقطع تسيوني مفرد مؤنس في اللغة الإيطالية الكلمات التي تنتهي بالمقطع استا بتكون مفرد مذكر ومفرد مؤنس هي هي زي كلمة إلا جورناليستا صحفي لا جورناليستا صحفية وخلي بالك معلومة مهمة جدا أداة التعريف مع الأسماء الشواز هي الفيصل في تحديد الإسم أو إعراب الإسم يعني كلمة جورناليستا أنا معرفش دي صحفي ولا صحفية اللي بيحددها لي أداة التعريف اللي بتصبق الإسم الحالة الثالثة معظم الكلمات التي تنتهي بالمقطع معه في اللغة الإيطالية مفرد مذكر زي كلمة بروجرامة سيستيمة يبقى عندي بروجرامة سيستيمة معينها نهايتها الآ مفرد مؤنس بس القاعدة بتقولي الأسماء التي تنتهي بالمقطع معه بتبقى مفرد مذكر عشان كده هتلاقي أداة التعريف إلا الحالة الرابعة الكلمات التي تنتهي بحرف ساكن دايما بنكون مفرد مذكر اللي هنا في ملحوظة مهمة جدا غالبية الأسماء اللي بتنتهي بحروف ساكنة في اللغة الإيطالية أي حروف مش متحركة بنسمية سرانيرا للترا كلمات أجنبية الكلمات دي مفرد مذكر زي كلمة فيلم كلمة فيلم منتهي بحرف الامة وحرف الامة ده مش حرف متحرك تبقى مفرد مذكر الأسماء دي اللي هتجمع اللي بيجمع معها أداة التعريف فقط يعني كلمة الفيلم عاوز أجمعها هتبقى إيه فيلم سبورت رياضة لو سبورت هتبقى لي سبورت يبقى كلمة فيلم بقت كما هي وكلمة سبورت بقت كما هي الحالة اللي بعد كده الكلمات التي تنتهي بحرف متحرك عليه شرطة أو حرف منهور الأسماء دي لا تجمع اللي بيجمع أداة التعريف فقط زي كلمة تشتع وكلمة كافي يبقى لا تشتع هتبقى لي تشتع تشتع بقت كما هي واللي تغير معها أداة التعريف في قاعدة مهمة جدا في اللغة الإيطالية موسطة غالبية الأسماء الشواز لابد أن تصبق بأداة تعريف لتحدد ما هي الاسم يعني أنا عندي كلمة فيلم مش منتهي ولا حرف O ولا A ولا I ولا I فبعمل اللي بيحددها اللي لازم تصبق بأداة التعريف تقول لي الفيلم عشان أقدر أحدد الاسم ده نوع I وإعربه ده كان ملحوظة عن الأسماء عمد في بعض الأسماء الأجنبية مفرد مؤنس زي كلمة بنت email playstation الأسماء دي مفرد مؤنس ولاحظنا أن هي دايما متصبق بأداة تعريف تحدد نوع الاسم يبقى لابند لا email لا playstation تمام ده بالنسبة للأسماء في اللغة تعالوا بقى ناخد حاجة مهمة جدا إن حاجة اسمها الليه article letterman TV أدوات التعريف كسينيفكة أو ما معنى أداة تعريف أداة التعريف في اللغة هي أداة تصبق الاسم وتساوي ألف و لام في اللغة العربية في بعض الأسماء التي لا تعرف في اللغة الإيطالية رقم واحد أسماء البلاد إيطاليا مصر أمريكا يستثنى من هذه القاعدة لو أنا جزأت أسماء الدول لو قلت الولايات المتحدة الأمريكية يبقى أنا كده حطي لهذا التعريف لو قلت جمهورية مصر العربية هتاخد هذا التعريف بس لو قلت جيتو بس ما تاخدش أمريكا بس ما تاخدش الحالة الثانية ما تاخدش أدوات تعريف أسماء الأشخاص محمد ماركو باولو باولا دي أسماء معرفة الحالة التالتة في الأسماء ما تاخدش أدوات تعريف أسماء الظواهر الطبيعية الخارقة وأسماء الناس المعروفين زي أنا جيب محفوظ زي ممثل مشهور جدا أو مخرج ده يعتبر عالم بزيته والقاعدة بتقول تعريف التعريف ناكرة لما حطت أعداد تعريف لأسم معرف يبقى ناكرة يستثنى من هذه القاعدة أسماء الأشخاص وأسماء الظواهر الطبيعية لو أنا حاجة أتكلم عنهم من جانب شخصي أو جانب جغرافي لازم أحط لها أدوة التعريف يعني على سبيل المثال لما يجب لي تيما أو قطعة في اللغة الإيطالية يقول لي لا إيطاليا إيطاليا لوحدها معرفة لا إيطاليا حطيت أداد تعريف وأنا أتكلم عن إيطاليا عن حدودها الجغرافية عن عدد سكانها عن جزء الناس مش عارفة إنما موظم غالبية الناس عارفة أن إيطاليا دولة أوروبية تمام؟ طب أدوات التعريف لها حالات مهمة جدا رقم واحدة أداد التعريف تصبق الإسم المعرف ما ينفعش أقول بوستو إل أو إيه البوستو رقم اتنين بعرب الإسم من خلال نهايته رقم تعليطة بحط أداد التعريف المناسبة للإسم عندي أول حالة عندي المفرد المذكر اللغة الإيطالية تنقسم إلى أجزاء في الأسماء رقم واحد الأسماء مفاش مسنة رقم اتنين الأسماء مفاش جنس تالت يعني الإسم مفرد لا إلا جمع مذكر لا إلا مؤنس مروش حالة تامية الحالة العربية وضع الإسم في الجملة فاعل ولا مفعول به عندي كلمة بوستو نهايته حرف الأو يبقى ده مفرد مذكر طب كلمة بوستو بدأ بساكن ولا متحرك بدأ بساكن حط أداد التعريف إل يبقى أداد التعريف إل تأتي قبل الإسم المفرد المذكر البادئ بحرف ساكن زي كلمة إل بوستو إل راجعت سو المكان والولد إلا أبوستوف أو إلا أداد اللي هي بتيجي مع الإسم المفرد المذكر البادئ بحرف متحرك كلمة البيرو شجرة باللغة الإيطالية منتهية بحرف الأو وبقضها بحرف الأو ده حرف متحرك حط أداد التعريف إل الحالة التانية لو بتيجي عمام الإسم المفرد المذكر البادئ بحرف زد أو حرف إس بعد ساكن زي كلمة إتزيو وكلمة استودانتي المفرد المؤنس في اللغة الإيطالية في ملاحوظة مهمة جدا جميع قواعد التأنيس في اللغات الإيطالية ضعيفة ملهاش نصيب الأسد زي المذكر هتلاقي أدوات التعريف بتاعتها أليلة الشواز بتاعتها أليلة الاسم المفرد المؤنس برضو أطبع عليه نفس القواعد إعراب الإسم من خلال نهايته أبص الإسم بادئ بساكن ولا متحرك أحط أداد التعريف المناسبة قبل الإسم عندي أول كلمة هنا بلاقيها راجع تسع وكلمة سينيورة كلمة راجع تسع منتهية بحرف الأو وحرف الأو ده مفرد مؤنس وبدأ بحرف الأر حرف الأر ده ساكن هتبقى لا راجع تسع لا سينيورة إلا أبصطرف بقى مفرد مؤنس بديء بحرف متحرك لا أورا لا أولا طب الطالب هنا يجي يقول لي يا سينيور الفرق بين إلا أبصطرف هنا وإلا أبصطرف هنا أحددهم إزاي من خلال نهاية الاسم نعرفين أن المفرد المذكر بينتهي بحرف الأو والمفرد المؤنس ينتهي بحرف الأع يبقى نهاية الاسم اللي بتحدد لي إلا أبصطرف مفرد مذكر وإلا أباستروف مفرد مؤنس الجمع جمع أدوات التعريف هو جمع معرفي بجمع الأداة وبجمع الإسم المعرف يعني منفعش حط أداة تعريف مفرد مذكر لإسم جمع مذكر يبقى عند الجمع بجمع الإسم وبجمع أداة التعريف أداة التعريف إلا الجمع بتاعها إيه واللو إلا أباستروف لي والإسم يجمع يعني كلمة باستو هتبقى باستي جمعنا كده أدوات التعريف المفرد المؤنس أدته يبقى هنا جمع مؤنس إي جمع إل لو والإل أبصر وجمعهم هما الاتنين لي عكس أدوات التعريف في اللغة في حاجة اسمها لي أدوات التنكير أدوات التنكير تستخدم في اللغة الإيطالية لتهميش الأشياء أشياء ليس لها أهمية تذكر في الكلام أو لعدم أميتها في الوقت الحاضر على سبيل المثال لما أقول طالب عندي خشهات لكورسي أي كورسي هيقبله هيجيبه لنما أقول خشهات للكورسي عارف أن السنيور محمد بيقعد على كورسي معين طيب يبقى أنه يستخدم للتهميش وعدم أميته في الوقت الحاضر برضو يستخدم أدوات التنكير في اللغة لعدم أو الشمول والعموم يعني إيه لما أجأتكلم في أي موضوع واحد يقول لي أجيب لك إيه سينا يقول له هات لي أي حاجة هنا مش قصد حاجة معينة أنا بقصد الشمول والعموم طيب أدوات التنكير في اللغة يطبق عليها نفس موضوع أدوات التعريف إعراب الإسم من خلال نهايته وضع أدوات التنكير قبل الإسم الإسم لو بادئ بساكن أو متحرك لأدوات تنكير معينة الأن في اللغة الإيطالية تجي مع الإسم المفرد المذكر البادئ بساكن أو متحرك نبص كده ودايما أنت بتحفظ أدوات التعريف احفظ معها مثال هيبقى أسهل أن أنت تحفظ الأمثلة وتقدر تحل يبقى كتاب شجرة سقف الأونة يبقى مفرد مؤنس المفرد مذكر بادئ بزد أو اس بعدها ساكن أونة زيو المفرد المؤنس أونة أونة بتيجي مفرد مؤنس بادئ بحرف ساكن أونة برطع أونة سوريلا أخت أو باب الأونة بصرف أونة لونة أونة أولعة يبقى أنا عندي الأونة والأونة طب الجميع بتي أدوات التنكير أدوات التنكير بعض إحنا كمدرسين استثنائها من القواعد اللي أنا بتتشبه مع حروف الجر المركبة فالطالب ممكن يغلط طب لو جاتلي في الامتحانة فرق بينها إزاي رقم واحد أدوات التنكير تأتي قبل الإسم أو قبل المفهول به حروف الجر ما بجيش في بداية الجملة يعني ما نفعش أقول لك دي لبراو من الكتاب لازم تصبك بجملة كاملة فإحنا استثنينها ونشتغل في موضوع جمع أدوات التنكير طيب في أفعال مهمة جدا في اللغة الإيطالية كلمة فعل في اللغة اسمه فيرباو كيسي نيفكا فيرباو ما معنى كلمة فعل الفعل حدث له زمن والمصدر حدث ليس له زمن الفرق بين الاتنين لما أقول الأكل الشرب الزهاب ده كده مصادر أنا محطتهمش معاهم تيمبو لما أجل ثقهم بزمن يبقى يذهب هيذهب زهبة يبقى ده فعل أهم فعلين في اللغة الإيطالية الفربو اسري والفربو أفاري الفربو اسري هو الفربو توبي أو فعل الكينونة نيرى مع بعض كده إيو صانو أنا أكون توسي أنت أو أنت تكوني لوي لي إي هو أو هي هيكون نوي سيامو نحن نكون في سياتي أنتم أو أنتم تكونون لورو صانو هم أو هن يكونون نيرى مع بعض كده تاني إيو صانو توسي لوي لي إي نوي سيامو في سياتي لورو صانو إيو صانو باولو أنا أكون باولو توسي جيانا أنت تكوني جيانا لوي إي عمر هو يكون عمر نوي سيامو ستودينتي نحن نكون طلاب في سياتي رجعزي أنتم تكونون بنيت لو رو صانو إيطالياني هم أو هن يكونون إيطاليات الفعل التاني المهم الفيربو أفيري اللي هو فيربو توهاف فعل الامتلاك وفعل الامتلاك في اللغة الإيطالية لو جيب عدي شيء يباع ويشتر يجيب معنى يامتلك لما أقول لك أنا أمتلك سيارة أنا أمتلك منزل طب مع الأشخاص ما يجيش بفعل الامتلاك ما ينفعش أقول أنا أمتلك ابني الابني لا يباع ولا يشتر فييجب معنى كينة لدي أو عندي ولو جاء أرقام حط الفيرب أفيري وانت مغمض ويجي مع العمر ومع السن ولجيب بعد الفيربو أفيري أفعال إحساس زي الحب العطش الجوع يجي بمعنى كلمة يشعر إيو أفامي أنا أشعر بالجوع ده معاني الفيربو أفيري طب تعالي نقرأهم مع بعض هنعرفين حرف الأكا والإش في اللغة الإيطالية نون فوتش مالو الصوت فأقول إيو أو تو آي لوي لي آ نو يبيعمو فو يبيتي لورو عنو لجيامو عن كورا رمع بعض تاني أو آي آ أبيعمو أبيتي أنا أنا أمتلك أنت تمتلك هو يمتلك نحن نمتلك أنتم تمتلكون هم يمتلكون وجيب لي أمثلة إيو أو فامي ما ينفعش أقول أنا أمتلك الجوع أنا أشعر بالجوع تو آي دوي فيليا أنت لديك ولدي لوي آ أنا كازا هو يمتلك منزل طب إيه الفرق الأولاد لا يباعوا ولا يشتروا وي أنا كازا منزل يباع ويشتر فييجي بمعنى كلمة إنتليك نويا بيعمو إليبري إحنا عندنا كتب نحن لدينا بنات لورو عنو تانتي كوزي ديفارة عندنا أشياء كتير جدا نعملها وهنا بيجيب لي شكل من أشكال الانتحان كومبيلتاتي لستوريا كون الفيربو آفيري أكمل القصة باستخدام الفيربو آفيري لما يجيب لي قطع زي كده ما بدأش أحل بسرعة أرى قطع بتروي جدا وشوف خلي بالك لما يجيب لي قطع بيجيب لي حكتين ممكن يجيب لي ضمير صريح زي كلمة ايو أو تو أو لوي اممكن يجب لي اسمه اشخاص نشوفيك قطعة بتقول ايه أهلاً، انا اسمي فرانشيسك إيو نؤط، أنا بتشكلتة أنا لدي عجلة رص حمرة، بلسس مع جميلة جدا إم يت نتاري، عبائي نؤط، أنا ما كنة انجليزية لديهم سيارة انجليزية من مع ترنتة ستة عني والدتي عندها سبعة وثلاثين سنة إي بابا نقط ترينتا نوفي عني والدي عنده تسعة وثلاثين سنة نوي نقط لديهم منزل في وسط المدينة إيو نقط أنا عندي أخت كاترينا نقط طب تعال نشوف إيو مع البربو أفير هياخد إيه هياخد أو يبقى إيو أو أنا بتشيكليتا طيب إمي جينيطاري أنا أولادي عندهم هيبقى لديهم هم أنا ماما هتبقى هي آ بعد كده بابا هيبقى برضو آ نوي أبيعمو تمام بعد كده إيو أو أنا سوريلا كاترينا هي لديها كذا إي تو آي كذا يبقى أنا هنا جبت الفربو أفيري صنفته وأعربته بصورة بسيطة بنهاية الجزء ده طبع حياتنا إن كانوا انتهت أرجو أن أنا جهد المطاعدة يكون نال إعجابكم فهمتوا بصورة مبسطة شوفكم على خير الحلقة القادمة شهاورة جاتسي سينيور محمد السيد بنشكر لحضرتك هذا التواصل الرائع بخبرة حضرتك في اللغة الإيطالية بوزارة التربية والتعليم وعلى وعد بلقاءات قادمة مع طلابنا وطالباتنا في الصف الثاني أثانوي بنشكركم وشكرا لكم وإلى اللقاء